أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه سيتم بدأ تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بالكامل قبل نهاية العام الحالي 2019 وبيّنت أن المطار الجديد يضم فندقا مكونا من ثلاثة طوابق ويحوي 120 غرفة و81 مصلى ونظاما متطورا لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول السيور 34 كيلو متر ومساحات خضراء داخل الصالات تقدر بـ 18 ألف متر مربع